قال وزير الدفاع كوريا الجنوبية هام مينتشو يوم الخميس إن المناورات العسكرية المشتركة بين بلاده والولايات المتحدة والمرتقى بانطلاقها في مارس المقبل ستكون على أوسع نطاق مما كانت عليه في أي وقت مضى وضف هام مينتشو أن الجيش الأمريكي سيشارك بهذه المناورات العسكرية بقوات جوية قتالية وأخرى محمولة جوا وعدد من حاملات الطائرات والغواصات النووية فضلا عن 15 ألف جندي وهو ما يعني مضاعفة حجم مشاركة قوات الجيش الأمريكي مقارنة مع السنوات السابقة في حين ستشارك كوريا الجنوبية ب290 ألف جندي ما يعادل ضعفة والنصف أيضا مقارنة مع السنوات السابقة وأكد مصدر في حكومة كوريا الجنوبية أن مناورات العام الحالي تحمل طابعا مختلفا بشكل كبير عما سبقه من الأعوام المنصرمة حيث سيركز الجيش الأمريكي على النشر السريع للقوات الأجنبية خلال التدريبات المشتركة بمشاركة قوات بحرية وجوية